دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لمحمود جميل ونعرف منه أبرز فعاليات اليوم الرابع لمهرجان العالمين في دورة الأولى العالم عالمين وكمان أهم فعاليات النهاردة يا محمود صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا منا وصباح الخير عليك يا شزلي بصبح عليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان من المدينة الساحرة الجميلة من مدينة العالمين الجديدة يمكن ما فيش أجمل وأحلم أن نصبح عليكم ونصبح على كل السادة المشاهدين من المنظر الجميل الرائع طبعا اللي ورانا من على أحد الشواطئ في مدينة العالمين المميزة واللي الحقيقة بتميز مدينة العالمين أنها موجودة على شاطئ البحر المتوسط لازلنا بنتابع معاكم يوميا فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى واللي الحقيقة قدر أنه يخلق حالة مبهجة جدا بين الزائرين هنا في مدينة العالمين طبعا عارفين أن مهرجان العالمين الجديدة بيستهدف استقبال مليون زائر خلال فعاليات المهرجان ده فضلا طبعا على أن مدينة العالمين بأصل بتستقبل أربعة مليون زائر الشواطئ طبعا بتستعد كلها لاستقبال كل السائحين وكل الزائرين ودي إحنا يعني رصدناها من أول يوم كنا موجودين فيه هنا في مدينة العالمين وبنرسط طبعا أجواء المهرجان وفي حركة سياحية كبيرة جدا موجودة بين الزائرين اللي موجودين في كل الشواطئ جميع الشواطئ هنا في كل الأماكن في مدينة العالمين استعدت وأنهت استعدادها لاستقبال كل الزائرين طبعا فعاليات المهرجان مستمرة واللي انتهت بأول 3 أيام بالفعاليات الرياضية والطرفهية الفنية اللي كانت موجودة إذا كنا بنتحدث عن بطولة التيك بول وأيضا بطولة جيل التحدي الزهبي ويمكن مبارح كمان كانت الفعاليات مستمرة من خلال الممشى السياحي اللي بيستقبل كل الزوار والحقيقة فيه تطوير كبير جدا موجود فيه الممشى السياحي اللي بيمتد بطول 14 كيلو متر في مدينة العالمين الجديدة ويمكن رصدنا حركة سياحية كبيرة جدا موجودة مبارح لأن كمان الممشى السياحي هيشهد عدد من الفعاليات وعدد من الفقرات الفنية المتنوعة المختلفة بالتعاون والتنسيق ما بين إدارة المهرجان وما بين وزارة الثقافة في مسألة وجود بعض الفرق الفنون الشعبية اللي هتكون موجودة طبعا لتحيي فقرات متنوعة على الممشى السياحي والحقيقة إحنا رصدنا وجود حركة كبيرة جدا من الأسر من كمان الجنسيات العربية اللي موجودة ولحظنا ولما تكلمنا معاهم فيه انبهار كبير جدا وانبساط بفكرة مدينة العالمين الجديدة في حد ذاتها وإنشاء المدينة وطبعا يعني قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة العالمين الجديدة والتطور اللي حصل في مدينة العالمين لدرجة ان في ناس قالتلي ان احنا جينا السنة اللي فاتت لكن السنة دي الدنيا مختلفة فيه تطوير بيحصل ويعني فيه سباء للزمن وللوقت فيه مسألة الانتهاء من عدد من المشروعات وعدد من المباني الجميلة في مدينة العالمين وكمان يعني لاحظنا ان الناس كلها مبسوطة بفكرة وجود مهرجان العالمين الجديدة وان يكون فيه فقرات ترفيهية رياضية الناس كلها اللي احنا قابلناها امبارح كانوا موجودين طبعا بيشجعوا في مباراة جيل التحدي الزهبي وقد ايه كانوا مبسوطين بفكرة وجود نجوم كرة القدم وان هم يشاركوهم طبعا في التشجيع ويشاركوهم في التقاط الصور ويشاركوهم كمان في الهدايا اللي كانت بتتوزع عليهم سواء من التشيرتات الممضية طبعا من اللعيبة او بعض الهدايا اللي كان اللعيبة بتديها طبعا للجماهير اللي موجودة وكمان منتظرين بقى الفعاليات كل الفعاليات القادمة احنا دلوقتي بنستعد لاستقبال اول حفلة من حفلات المهرجان العالمين الجديدة هتكون للفنان تامر حسني وبالمناسبة موقع تسكرتي اعلن عن فتح باب الحجز لحفلة الفنان تامر حسني اللي هتكون يوم 21 يوليو الجاري فبالتالي كل اللي حابب ان هو ييجي حفلة تامر حسني وييجي مهرجان العالمين الجديدة هيدخل دلوقتي على موقع تسكرتي بكل سهولة ويقدر ان هو يحجز كمان من عم طريق الموقع باسعار مناسبة جدا لكل الناس اللي حابة تيجي وتحضر حفلة تامر حسني ويمكن كمان الشوارع هنا في مدينة العالمين بتتأهل من حيث بقى النظافة والتطوير اللي موجود المنطقة الترفهية احنا عندنا كمان هنشهد خلال الايام اللي جاية وجود اشهر عشرة مصممين ازياء في الوطن العربي بالاضافة اللي احنا لسه هنستكمل طبعا الفعاليات الرياضية عندنا بطولة البادل عندنا بطولة التجديف عندنا طبعا كرة الطائرة الشاطئية اللي هتكون زي كرة القدم بالزبط الشاطئية فبالتالي احنا على موعد مع فعاليات ترفيهية ورياضية كبيرة جدا مع حالة التقص الرائعة اللي موجودة في مدينة العالمين علشان كل الزوار يستمتعوا بجمال وحلاوة مدينة العالمين الجديدة وفعلا هنا العالم عالمين في مهرجان العالمين الجديدة من مدينة العالمين برجع لكم في الستوديو مرة تاني منا وشازلي نشكرك طبعا يا محمود ويبغتك بالجو الجميل ده على الصبح كل شكر لك وهنتبع معك طبعا يوم بيوم تفاصيل فعاليات المهرجان شكرا جزيلا لكم شكرا لكم